أول شيء بروجيكت. حتى لا أمر مرقمه لأنه لم يكن المفروض محطوط يعني معنا. نجم يأخذ سيكشنين. فأنا فوتنا السيكشن الأولية لأسبوع اللي فات. فهو يأخذ هذا السيكشن وشكراً عليه. يبقى أول شيء مشروع مراجعة. الثاني شيء. البرسترس كونكريت. المفروض بدأت فيها في المحاضرة. هذا البرسترس كونكريت يتأخذ في أربعة ساكاش. ثم يأخذ رقم اثنين السيكشن. نوع من أنواع التغطيلات مثل القرش جردر والقرش لاب. تغطية سيكشن. هذا تتأخذ تقريباً في السيكشنين. الدرس الثالث. الذي هو كون والدوم والأوباب والكلام المفروض يتعامل في المساجد. هذا يتأخذ تقريباً في أربعة ساكاش. ثم يأخذ رقم أربعة. وهو الكباري. وهو يتأخذ في حوالي ثلاث ساكاش. كنا سنينة لفات لم ندهج أهمية. كنا كنا نأخذها في سيكشن. لا نأخذها خالص. ونكتفي بالنظر المحاضرة. كان دكتور محمد حسين هو الذي يديها. السناني دكتور محمد عبدالي هو الذي يديها. فهو أريد أن يفرد لها قليلة محاضرات. فغالية ما هي موضوع مهم. فعلا فردناه في الساكاش. كنا كنا نأخذوا خالص في الساكاش. الموضوع الخامس هو اللاتراللود. وهذا جديد عندك في عام. عام لم يكن يأخذ اللاتراللود. لم يكن يأخذ زلازل. كان دائما مدني عام يأخذ موضوع بدل ذلك اسمه الفولد البليت. دكتور محمد عبدالي هو شهل فولد البليت. وحطي لكم اللاتراللود لأنه موضوع أهم فولد البليت بكتير. فاللاتراللود يأخذ من ناسك شنين. والحدي هنا يزود المفروض الفولد البليت. وإنشاءات توقع خلاصت الملهم. سوف تصل إلى حد فيه. الموضوع السادس هو التصوص. ستبدأ بشكل ما اسمه التصوص ووووتر سايد 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 سايد. هذا يتخذ في سايد. الموضوع السابع هو التصوص. هذا يتخذ في سايد سايد. الموضوع الثامن هو الـ Open Conduit. هذا يتخذ في حوالي سايد. هذا نوع من أنواع الخزانات. النوع التاسع هو الـ Rettangular Tank. وهذا يتخذ في حوالي سايد أو ثلاثة. الدرس الرقم 10 هو Stircular Tank. وهذا يتخذ في حوالي سايد أو ثلاثة. الدرس الرقم 11 هو Swimmin Jewool Tank. وهذا يتخذ في سايد. وآخر درس من الوايد اسبان تانج وده يتأخذ في سكشن يعني لحد موضوع رقم كامسة زود عليه موضوع رقم ستة في فولد بليت ده انشاءات انتوا في عام شيل فولد بليت منك وضيف باع عليك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبع مواضيع السبع مواضيع دول بنزود عليهم احنا موضوعه كمان ويبدأ الترمي الثاني بتاع انشاءات يعني السبع مواضيع اللي قد مكدول نزود عليهم كمان موضوع واحد حسني الذي تزيد عالم موضوعه يكون تماما ذلك منعاخ هذا الموضوع الانشاء تواضيع الدرجات القميز في الق이� beslانات الزي First año كيف يعمل حان خرصات السنية من 150 درجات وكيف يعمل حان خرصات الترمية من 150 درجات Intell sprechen لاني إعتبر ان تكون الترمية منع Boo has זה حان الخرصات المتتع district الميا وخمسون حان خرصات متقسمين تماما مياةís خرصات السنوية خرص وخمسون آعمال الثانا خمسون الصربي ثبت 25 درجات تمويها تحمل حان شافوي هذه الخراسات الثانية من 150 درجة. هذه الخراسات الثانية من 150 وليس 125. لأنه يعتبر أن تأخذ الترمين مع بعض. المية وخمسون متقسمين كيف؟ متقسمين 100 فاينل وخمسون أعمال سنة. خمسون الأعمال السنة وخمسة وعشرين درجة. هل ترون؟ وخمسة وعشرين درجة من الترم وغياب وشتات والكوزات والكلام الفاضيجة. هذا هو توضيع عمال السنة أو توضيع الدرجات. النهاردة سنبدأ في المشروع ومن السنة الماضية سنبدأ في بريست ريس كونكريت. وغالباً كما ترى محتاجين 500 ألف سنة في إضافة. الإضافة سيكون في أوقات تانية على التيم أو على زوم. فغالباً سنحتاج إضافة. كل أسبوع هو مدنة عام ومشكلته في ربعة. أننا في كل أسبوع سنأخذ السنة. فأنت تسبب دائما الخراسات في الأسبوع السنة من السنة. لأنك ترى المواضيع عدي. ساعة سنبدأ في المشروع. أفكرت أحد عنده سؤال طايف في هذا المشروع. أحد ما أطرد على المشروع. حسناً. لو أريد أن نصمم أي مشروع عموماً، فهي شوية خطوات نمشي عليها عشان نصمم أي مشروع. أول خطوة نضع شيء اسمها الاستراجال سيستم. يعني نضع النظام الإنشائي الذي ينقل الحملة من السقف للفاونديشن. خطوة الاستراجال سيستم داخلها كم خطوة داخلها؟ أربع خطوات. أولاً، نقوم بعمل شيء اسمها كولان بوزيشن. نختار أماكن الأعمال. مثل ما ساعتك كانت في ثالثة الترمي الأولاني خالص. أول سيكشن، أعلمناك كيف تختار الكولان بوزيشن. بعد ذلك، نضع السيستم بالكاميرات. نفرض بقدر الإمكان. سيستم بالكاميرات يقفل لك أكبر عدد من البلاطات سلد سلاب. يمكنني أن تضع السيستم بالكاميرات. بعد السيستم بالكاميرات، ستختار نوع السلاب بتاعتك. هل أنت سولد، ثلاث، ثلاث، بلوك، بدل دبيم؟ حسب المساحة بتاعتك. حسب المساحة بتاعتك. هل أنت عفلتها بكاميرات؟ الذي يفتح الملك يفعله. آخر حاجة في الإستانيجان سيستم بتحط السيستم بالكاميرات. وتحط نظام الزلازل. يبقى أنت عشان تضع السيستم ستعمل أربع حاجات. كولان بوزيشن، سيستم بالكاميرات، سيستم بالكاميرات، والسيستم بالكاميرات، نظام الزلازل. النظام تضعه وتفرده. وبعد ذلك، المفروض بخطوة جاية، سنقوم بتشكة عن النظام هذا. الخطوة الرقم 2، أن تعمل تصميم للإستيرس. تبدأ تصمم الثلال. الخطوة الرقم 3، خطوة كولان. وفي خطوة كولان بنقبل حاجة اسمها كولان موديلنج. ننمزج العمدان، لا نصمم عمود عمود. وبعد ذلك، نقبل حاجة اسمها كولان كارتلمنت. قص العمدان في الدور العلوية. يعني أنت تصمم في الدور الأرضي. وبعد ذلك، تقص دورين أو ثلاث دوار. كما تعلمتها في ذلك في ساعة ثانية. آخر حاجة تعملها بعد تخلص كولان. تعمل لواحة اسمها كولان موديلنج. تعمل لواحة محاورة عملة. وهذا تعتبر أول لواحة في المشروع. وهذه أول لواحة مطلوها معاك في المشروع التي ستسلمها. من المناسبة المفروض أن تسلم مشروع الأسبوع الجاية أو بعده. بالكثير. وسنقول هذا الكلام في الآخر. وهذه المشروع سنقبلها عن ماذا؟ أيضا في الآخر. يبقى أول لواحة مطلوها كولان موديلنج. الخطوة الرابعة تعمل لسلابس. لكي تصمم الثقاف تعمل خطوتين. الخطوة الأولينية تعمل بيم موديلنج. تنمزج الكاميرات. وهذه تكلمنا عنها في ساعة ثالثة الترمي الأوليني. ساعة رقم اثنين. وآخر حاجة لسلاب. تبدأ تعمل لواحة تفاصيل تسليح البلاطات. ومطلوب من ساعاتك تانية مطلوها منك. أنك تعمل لواحة تفاصيل تسليح البلاطات باستخدام شوب دروينج. يعني إيه؟ يعني لو في باكيا سلد سلاب ستفردها. ليس خطينه خط. لو في باكيا فلاد سلاب ستفرد الشبكة وتضع الإضافي. فالسلاب رينفورسمنت. هذا محتاج من لواحة تكون بالنظام شوب دروينج. كما أنت خلصت الخطوة الرابعة. الخطوة الرابعة. فردت هنا نظام زلازل. تعمل له تشك. تعمل تشك على السيزميك سيستم. أن ساعتك تعمل إيه؟ الذي يقوم زلازل شير ولو كور. فتروح تجيب المومنتات على الشير ولو كور والنورمال فورس. وتدخلها برنامج مثل السي اس آي والبي سي اي. أي برنامج بيعمل لك تشك. هل القطاع اللي انت فرضه ده. شايل المومنت اللي جاء عليه ولا ما شعله. فلقى اسمه تشك على السيزميك سيستم. آخر حاجة تعمل ديزاين للفوتن. يبقى كده خلصت ديزاين المشروع بتاعه. يبقى هذه الخطوات بتاع تحل المشروع. ستاتيكال سيستم. ديزاين ستيرس، ديزاين كولام، ديزاين سلاب، شيك زيزميك سيستم. وآخر حاجة ديزاين الفوتن. طب تعالى كده شواندس لو عايز تحول أو عايز تحول الستاتيكال سيستم. فتعالى نشوف ازاي بنحول من المعمار الإنشائي. فلو عندك شواندس مبنى زي ده. مكون من دور أرضي وأول وتاني وتالت ورابع وخامس. وعايزين نشوف المعمار يبص المبنى ده ازاي. والإنشائي يبص نفس المبنى ازاي. هلو لو معمار عراف تبقي الارضي فالمعمار يقطع ويبص للتحت. دايما. فهتجد المعمار يقطع ويبص للتحت. هيت overlookه. هيت overlookه الس Hok 오늘은. أو فقال لهذا الساف اللي تحت. فقال له ، بيسمى الخٍّدس ما هو عادي دائماPM اللي هو بيشوفها, الليا Проحق أولها دور الش circumstance الذي نح shooting به. فهيكون هذا معمار الأرضي. كما يتجد أي تatreك redemption ويبص لل؛ت. فساعدتك ستقطع وتبص الفوق. فهيبدأك السقف الفوق. دائماً أنت كإنشائي تهتم بسقف كاميرات وعمدام. لا تهتم بحواية طوب والكلام. فساعدتك ستبص الفوق. ستبص هذا السقف. دائماً الحاجة التي تشوفها كإنشائي تسميها سقف الدور الذي نقوم بها. هذا سقف الأرضي. الدور الوحيد والإنشائي يبص فيه لتحت. هو الدور اللي تحت خالص. الدور اللي تحت خالص في المبنى. ستبص مرة فوق. وبرجع ثاني أبص للتحت. هل ما هذا الدور اللي تبص فيه لتحت كمان؟ لكي أرى الأساسات. إذا ساعدتك في الدور الأرضي. هل تسمي هذا السقف؟ لا أعرف أيضاً لا أعرف حلماتك. لا أعرف حلماتك إلا أعرف حلماتك. في الدور الأرضي، يقطع ويبص للتحت. يرى هذا السقف يسميه معمار الأرضي. الإنشائي. مرة يقطع ويبص للفوق. يرى هذا السقف يسميه ثقف الأرضي. ومرة يقطع ويبص للتحت. ويرى هذا السقف يسميه الأساسات. لأن هذا الدور اللي تحت خالص. فهو متشال على الأساسات. إذا سأخذتك بالك، ستجد أن هذا السقف يسميه في المعماري اسمه معمار الأرضي. وفي الإنشائي اسمه الأساسات. فنقولك دائماً لكي نصمم الأساسات، يحتاجين أن يكون معنا مع معمار الأرضي. لكي نصمم الأساسات، لو أن هذا الدور اسمه البدروم، فهو تحتاج إلى المعماري البدروم. لا يحتاج إلى المعماري اللي أنت وقف فيه. طب تعال كم من نفس الكلام ده في الدور اللي فوق. لو سعدتك تلاهت أنت والمعماري في الدور الأول، فالمعماري هيقطع برضه ويبص للتحت. فالمعماري هو قطع، وبص للتحت. شاهد إيه؟ شاهد السقف ده؟ يسمي السقف اللي هو بيشوفه معماري الدور اللي إحنا وقفين فيه. فهو وقف هنا. بص للتحت. فشاهد السقف ده؟ تمامه معماري الأول. طب سعدتك كإنشائي؟ لا، أنت كإنشائي دائماً ستبقى قطعتك بص لفوق. أنت لا تبص لتحت جر مرة واحدة، فقط في الدور اللي تحت خالص، ستقطع مرة وبص لتحت. بعد ذلك كل بص لفوق. فهنا ستقطع وبص لفوق. هتشوف إيه؟ هتشوف هذا السقف ده؟ هتسميه سقف الدور اللي إحنا وقفين فيه. هذا سقف الأول. ما هو السقف ده؟ الذي هو ده؟ له كم اسم؟ اسمين؟ مرة في الإنشاء اسمه سقف الأرضي، ومرة في المعماري اسمه معماري الأول. فنقولك عشان تصمّم سقف الأرضي، محتاج يبقى معك معماري الأول. أو بالسلوب ثاني، سقف الأرضي شايل معماري الأول. وأي كمرا في سقف الأرضي بتبقى غطصانة أو نزلة في معماري الأرضي. عرفت منين؟ ما هو أي كمرا في سقف الأرضي ده، الذي هو السقف اللي إشعر عليه ده؟ هتبقى كمرا نزلة تحت كده. المعمار الأضطيق هو إيه أثن być في هذا المعمار كميرات ستنزل فيimportant للسقف ما يسميه تحت السقف هذا يع� Quốcwandis 뭉��� أن السقف الأرضي ستصممه يحتاج أن يتساعد معك المعمار الأول ليسيأل الحوايط اللändARINIsh variantежقري ما ح predecessor ummg معدي الماعد مع الحقيقي تحت لأن السقف الأرض شيء محمار الأول وبالتالي يحتاج إلى انتك وأضع هذيا بها قاعدة تحت كمرا محتاج تقديم معنا تحت مدينة للقاعد أرضي لماذا؟ لأن تحتاج أ�� Sung diuinal vignate لأنه قاعدة هنا أصل في مدينة للقاعد mouse . الخلاصة ان이라 قد تصميمه ليس لدي معمار Sgvern ومدينة للبنائين عليك ان أقوم بها RT face السقف معيني في أمام دور الثاني في الدور الثاني المعمارية يمزل وتحثي في بص الفى يسلم السقف معمار الثاني وتكون التقاتي تسمي السقف الثاني بالنسبة للثقف منذ السقف ستوجد한 اسم فقط فقط سقف الأول وأمام السقف الثاني podى معمار التاني أن تنتقائك حتى ترامف الإنسير طلع لأن السقف الأول هو الثاني لكنها الحالة لتتجني به معمار الص тол لأن هذي ثقف في معمار الثالث أو بالآن، أي ثقف معي محتاج إلى معمار وال truths لأن المعمار الأفق أجهد قد تشال على تقف قد بها هذيände أ merci كما انتهي في السقف متوقف المعمار تحت استبدأ التنزقول فكلما أن تät thousands كاميرات ثم محا stencil أن هناك حواري تحتها وس kindergarten with apartment عندما بتجهد قد ساقفneh السقف الأول ولكن في الدور الثالث المعمار يقطع يشوف ده معمار الثالث انت كإنشاية تقطع تشوف سقف الثالث هتطلع الدور الرابع المعمار هيقطع يشوف ده معمار الرابع انت كإنشاية تقطع تشوف سقف الرابع تطلع الدور الخامس نفس الكلام المعماري معماري الخامس وانت سقف الخامس طب بالنسبة لسقف الخامس ده هل مالوش معماري؟ يعني أنا كل سقف بقاف عنده وبدأ معماري أقاف سقف ده ألا معماري طب السقف الأخير قال لك المعمار الأخير بنسميه معماري الخدمات لو المعماري بتاع الدور الأخير بيبقى برعن شوكشيخة مثلا عن السلم وقدت قضى قضى فوق ولا حاجة حد عنده سؤالت لها شباب لا أعلمش معندس هو بس وانا بس فدقي أن أنا أعرف أنه فيه حيطة تحت الكاميرا بتاعتي إن الكاميرا ما تبقاش نزلة من غير حيطة تحتها هتلاقي مثلا ساي بص كده لو أنا عندي مثلا دمعماري عليش يا اسف لو عندت così مثلا هذا معماري متكرر مثلا يعني وفي هنا حيطة وفي هنا حيطة كان مقسم معماري متكرر ثلاثة我們 وج와 معماري أرضي كان مقسمي قطة يعني ي pottery ليس perché هذا معماري المتكرر ثلاثة واحد اثنين ثلاثة معماري الأرضي واحد اثنين ساعدتك لو هتعمل على معماره المتكرر أو معماره الأول الساعدة وتضع الكميرات كم قامره السلمي؟ حتى تتكلمي واحد، اثنين هذه الكميرات ستنزل في مين؟ ستنزل في معمار الأرضي إندي مقز absolutة الساعدة ستنزل القкоع من الأرض ساعدتك انا أعمل ساعدة أكمل ساعدة في أرضين الأرض الذي شايل معماره المتكecرر أو الأول وأنا وقف في معماره الأرضي تأتي بص لو أنت عمدت الكاميرتين تقول وانت واقف في هذا القضاء هتلاقي بكاميرا نزلة قدامها نزلة وانت قد في القضاء فهذا غلط ما ينفعش هل أفهمها أم لا؟ أه أه يعني أنا في الحلقة دي ما عملش الكاميرا خالص ولا نعملها بس نفسي كاميرا خالص وتعمل تفلات السلاب لأهو كبير تمام جدا تمام عشان ما ينفعش نزل الكاميرا في مساحا نقعد فيها تمام لكذا براعي معمارين اللي فوق ومعمارين اللي تحت تمام تمام جدا أحد عندك أسئلة يا شباب الناس نامت صح؟ شكرا انا معك يا هندس معي انا معك يا هندس ومال وماشي يا حبيب طيب معك يا هندس ايه ايه انا ممكن نعملها كاميرا مقلوبة وتطلع بعمو بشارت ان الكاميرا المقلوبة يقف وإيها حيطة يعني اعكس الشرط المفروض ان ايه كاميرا يبقى تحتها حيطة فرد انت عايز تقلب كاميرا لازم تبقى كاميرا فوقها حيطة لان اتوقع برضه ان انت قلبت كاميرا فوق مثلا انا عندي هذا السهف هذا السهف وعندي حيطة هنا ومعندي حيطة فوق ومعندي حيطة فوق يبقى شرط الكاميرا مقلوبة لاخدها كمان شرط الكاميرا مقلوبة ان يبقى ايه كاميرا فوقها حيطة كمان علشان الدبس بتاع الكاميرا يبقى غصان جوة حيطة دي ما يدقك وانت ماشي فانت بتقول لي حل ان نعمل الكاميرا مقلوبة فاقولك يبقى شرط المعماري ده يبقى في حيطة فوقية يبقى حل صح بس انا بقولك الافضل تشيل الكاميرا خالص مش هتحتاجها قوي يعني ممكن تعمل ثلاثة 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 بعد ايه كاميرا المدفونة بانت ايه ايه الكاميرا المدفونة طب سيب انا كده كده اقول له انا مع الكاميرا كمانت سويا ليه بالظبط بلاص تمام حد عنده سنة سنة شباب طيب اكمل كده معي عايزين بقى نحول او عايزين نجيب سقف البدرو مهمتي النهاردة اعلمك كيف تحول استاتيكال سيستم سا في البدروم تعال كده او شوانس بص كده بص على الرأس لو سمتلك ده دور البدروم لو سمتلك ده الدور بتاع البدروم فبالتاني بقى الدور الاول ده الدور الارضي لو سمتلك ده البدروم فبعده الارضي ده الاول ده التالي ده الثالث ده الرابع يا 400 فلو ادر الدور البدروم فبلد اتسمه معماري البدرو ليه لانة معماري البدرو وبيت اسمه الاس aman كما هو فالانشائي اتسمه سعف البدروم وليس سعف الارضي وكان هذا المعماري اسمه معماري الارضي لان لو ابتدى الارضي ثم بهذا الارضي فإن повредه line اهتم السعفي اصدق THIS ان功 will v و paved. محتاج سألقائك لكي يتم مساعده? اي سقف سأحتاج اثنين معمار. هذا المعمار الثقف معمار الارضي وهي لما يتغطس النجد مع ممار بوجه المعمار البدروم. فإنulture اختفت مności؟ محتاج معمار الارضي وهي ب routing. فقط تفكر هذا الشأور. أدركيا أننا سأعمل الاسقف ركز السقف في القارة. كيف عمل إيقاف بمعمار الابادروم؟ حيني معượه معي الأرد واللهاب الضعف إذا وعدام 남ماريين ، ه 13 سحب سوف يأتيته ليه على منعي الأرد و Mall letот WORLD بعد أن معي الأغيان لا يأتيته لا أهدا props بعدما ت mich وität at all db. أو على الأقل لمعماري الأرضي. وأنا عارف أن المعماري الأرضي لا يوجد أي تأسيمات تحت أساسي. في كل عربيات مثلا. نكمل هذا مع بعض. هذا هو المشروع الذي سنحويله من المعماري الإنشاء. المشروع عبارة عن ماذا؟ هذا ليس المشروع الذي ستجعله على الفكرة. سأشرح عليه فقط في البدروم. سأريد المشروع الذي ستجعله بعد ذلك. هذا دور الأرضي. أول خطوة في أي مشروع. سأمسك المعماري وفعله قراية. ماذا؟ بقر المعماري أكد أن أذهب إلى المعماري. أكد أن تفسح على البيتباه. وفي ساحاتك تبدأ من دور الأرضي. أكد أن تذهب إلى الشارع ودخلت المبنى. فأدخولك من دور الأرضي. فإذن أن أدخل في المبنى إلى المبنى من هنا. أو دور الأرضي. قدام ساعدتك ثلاثة. أول أول شيء. ساعدتك ساكن من دمن السكان للعمارة. سأخذ إلى المدخل للعمارة الرئيسية. ستطلع من هنا. ستطلع قليلاً سلالة. سنسميهم سلاملك. ستطلعت السلاملك تقريباً سبع درجات في كل درجة خمسار سنتي. ستطلعت من منسوب الصفر الذي هو منسوب الشارع. ستطلعت المنسوب متر وخمسة سنتي. وقفت هنا قدام من ساعتك حاجتين. ستطلع السلم. ستطلع الأسنصير. ستطلعت السلم أو ستطلعت الأسنصير. ستطلعت الدور المتكرر. أنا لا أريد الإختيار. أنا ليس صاحب العمارة أو ليس سجن في العمارة. فأجرت هذا المخزن. ستطلع ساعتك النجاية من الشارع. تخش هذا المخزن. ستجد باب هنا جرار يفتح لفوق ويدخلك المخزن. أو تخش هذا المخزن. أو تخش هذا المخزن. هذا المخزن. هذا المخزن مفتحين على بعضه. مفتحين على بعضه. يعني الذي ستشتري هذا المخزن. سيفضل المخزن معه. لأنه ستطلعه. ساعتك أيضا لا تستمرد مخازن. أنت صاحب أيضا من دمن سكاية العمارة. لكن معك عربية. ليس جاي ماشي. تعمل إيه؟ تأتي بالعربية بتاعتك. وتأتي من جنب المبنى هنا. وتمشي. تخش بالعربية تخش جوا مين؟ هذا الرمب. هذا الرمب يعني بلاطة ميلة. بلاطة بتوصلك من منسوب الصفر الذي أنت منسوب الشارع. لمنسوب أقل. الذي هو منسوب البدروم. يبقى أكيد عشان فيه رمب. أكيد المبنى ده في بدروم. لأن هذا الرمب ينزلني لتحت. فمعمار الأرض هينزل فين ثاني. هينزل على معمار البدروم. ينزل اللي تحت. فأنت لو جاي بالعربية. هتخش جوا الرمب تنزل لتحت. ساعدتك ليس عاجبك كل هذا. لا يريد أن نزل لتحت. ولا يريد أن أفضل في الدور الأرض. ويريد أن أطلع لفوق. فأنت لو جاي بالعربية. اطلع من السلم. او اطلع من الأسنصير. اطلع هنا على مين؟ على معمار المتكرر. يقرأ معمار الأرضي دائما بقرأ من الشارع. معمار المتكرر دائما تقرأ من السلم. هذا هو قعد. معمار أي دور متكرر. اقرأ من السلم دائما. لماذا؟ لكي تطلع هذا الدور أساسا. لا يريد أن تطلع من السلم أو الأسنصير. دائما ستطلع هنا. ستطلع هنا قدام من ساعاتك حاجتين. اما تخش هذا الدور أو هذه الشقة. اما تخش هذه الشقة. والشقة متمثلتين. ستخش أي شقة فيه. ستخش الشقة رقم واحد. عندما تدخلت هنا. ستجد لديك استقبال طعام. واستقبال صغير. مقسم لك الريسيبشن لحتتين. حتة فيها السفرة. وحتة فيها انتريمس. وبعد ذلك الكلام ده كله فاتح على مين؟ على بلكونة. هل يجب أن تخش هذه البلكونة؟ لماذا هذه البلكونة؟ لماذا هذه البلكونة؟ لماذا تخش لحد الآخر؟ لماذا لم تفعل ذلك؟ هذا من حقه؟ لماذا تفعل ذلك؟ كان يعمل البلكونة كبيرة. لماذا تفعلها صغيرة؟ لماذا تفعل ذلك؟ لماذا تفعل ذلك؟ لماذا تفعل ذلك؟ تبع تبع الجهاز دي تبع الشرطات. ماذا تبع الشرطات؟ لازم نسيب أحد جار بينا وبين الجار الذي جنبينه. أقول لي أنه الجار أنه العمدان ليس برزة. لا يوجد أي بروز بعدها. هناك يوجد أكيد جار. الجار الذي هنا يجب أن تسيب ما بينك وما بينه حد جار. وهذا ما هي مسافة مثل حقوق متر وشويه متر ونص في متر ونص تقريب. المهم انت بتسيب حد جار هنا جنبك. وبالناحية الثانية زيه بتسيب برضو هنا حد جار. على فكرة ده ما كانتش جار ده كان حاجة تانية ما استبعكش دعوة يعني. هو كان فيه هنا حاجة كده صغيرة تبع المبنى برضو. فعشان كده هو سعب حد صغير كده. لان ما ينفعش نايبة فيه جار لان فيه عربية هتكش من هنا. فده مش جار. ده حاجة تبع المبنى برضو. ما مره عربيات دور واحد بس. ما علينا يعني. طيب خشش عشوه عند استقبال وطعام ومعابل اكونة و تخش على قط النوم ده. طب عايز تطلع على قط النوم اللي فوق. تطلع بتخش من الشقة تطلع هنا. الانديكيشن اللي هو المنقط ده. ده بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه ارش. بيبقى ده قرش مش باب. يعني حتة مبتوحة. افتتحة على الطعام على طور. تخش على المطبخ. تخش على الحمام. او قط النوم دي. او قط النوم دي. بنسمي التورة اللي احنا نشوف فيها دي تورة التوزيع. لانها بتوزعك على مناطق كتير. هتلاقي دايما اي مطبخ واي ح الحمام مفتوحين على مانور صغير كده. بنسميه السماوي. عشان الصرف متعامبك والحمام يروح للمانور ده. المطبخ ده كان مطبخ امريكاني لان فدح حين الشباك لو خدت بالك. الشباك ده بيوصل للطعام على طول. فده كده بالنسبة للايه؟ اراءة المعماري. يبقى اراءة المعماري اكيدك بتمشي جوه المعماري. خدت جولة جوه المعماري. طب انا عايز دلوقتي. عايزنا جوانس. في معماري الانديكي. انا ازاي هشوف الرم بكامل طوله كده تغطي بثقف. إلي الوقت في الارض. انا بالأطفال التحديد يعتقد أغ هذا يبقى في سماتحة. ستبقى بلاطة على المايل وليس بلاطة أفقية. سترى الرامب بعد ذلك. أنا فاهم. لكن هذه البلاطة ليس يضعون في سقف الجزء المعين. يعني العربية لا تبقى مكشوفة كلها للسماء. لا 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 تبقى مكشوفة كلها. المفروض أن هناك حالتين. الحالة الأولية التي قلت تقوم بلاطة إلى هنا. يبقى هذا الرامب مقطوع. الحالة الثانية أن الرامب كله يبين مثل هذا. وهو الحالين صحيح. تماما. تتكلم صحيح فيه. ستجد هذا الرامب أتوفي. أنا أستعمل. أصدر. أصدر. ماهي الفتحة في المغزن الذي يوجد هذا الأسنسير؟ فيه؟ هذا؟ جنب الأسنسير. الأسنسير هو في النصحة. هذا الأسنسير في محل الكهرباء أو محاول الكهرباء؟ هذا؟ هذا؟ هناك فتحة في الشمال. ماهي هذا؟ أين يا ابن ترحب؟ ماهي؟ هيتل حفوش شواء بالمتاع الأحمر ده؟ أيها فيه فتحة. انترح فيه؟ دي؟ المغزن أبو شماندس الذي يوجد الأسنسير. المغزن أقوه؟ تماما. في فتحة أسنسير هي فيه جنبها فتحة كمان. بتدخل على المغزن. كيف هو المغزن ده تحت؟ آه ده؟ ده من الفتحة دي غلط غلط. يعني ده دار عادي. تصرف دي صح؟ لا ده دار عادي. بدار جدار. تماما. عشان ما ينفع الصحة ده منصوب متر خمسة ده منصوب السفر. ما ينفعش فيه فتحة هنا ببين. تماما. عاملين شباك على السلم أو ليه؟ لا لا ده دار يا ابنك دار. بقول لك دار. تماما. هل هناك سلاسة شباب تاني؟ ماهواندي؟ فضل. لا يوجد منور في الشقة التانية في المتكرر؟ لا لا يوجد منور هنا. هو صرف على الشارع على طول. لأنه يتجل تلك الحتة كتابة أصلا. لكن نعمل هنا حتة تانية. كان نعمل حاجة تانية. نعمل ممر عربيات دور واحد فقط. يعني سهفه مع الدور الأرضي. ممر عربيات هنا كده. فصرف هذا الكلام على الشارع على طول. هذا الممر. يعني الصرف كان على الممر. ما كانش على الممر. تماما. هل لم تجد السفف البدروم بقى؟ سهف البدروم بقى قد قامت لك في سégف البدروم. سهف البدروم في الساقل سهف البدروم في شايل معمار الأرضي. واغصان في معمار البدروم. فهذا يعتبر كل الشغل الذي سيقوم به على الممار. لكي أقوم بعمل سفف البدروم بقى ممار الأرض. ومفتا latar. الرجل لم يجد إرسم مخرفة معمار البدروم. لكن يقول بأمار البدروم. لا يفرق معي في حاجة ووزع العمدان كما أنت عايز. لكن سراعاً أن البدرون في عربيات. فحاول تبقى مسابي العمدان في حدود ثلاثة متر أو ثلاثة متر ونصف. عشان العربية تعدى عادة. لكن هذا هو ما كان قايل. المعمار البدرون لم يكن جايبه. لم يكن رسمه. وكان قايل أنه عربيات. والعربيات المسابي العمدان تخذها مثلاً في حدود من ثلاثة متر ميلموم. عشان العربية تعرف تعدى في راحته. بلل اعتقدت عن المعمار caught 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 أبعاد و أي شيء يتمنى وعايد أن أقوم بعمل السهف البدروم وركز معي وماذا يفضل سهف البدروم؟ قال لك أول شيء يفضل أن سهف البدروم يتعامل في الثلاث سلاك لماذا؟ لأن دائماً سهف البدروم يصبح صغير أي أن المسافة من الأسات هذه الأسات سهف البدروم يكون فيها أول سهف سهف البدروم يكون في حدود 2.5 متر أو 2.60 متر فإذا كنت نزلت الكاميرا من هذا السهف وكما نزلت كاميرا 70 سنتي ستجد أن الكلير يصغر قوي مثلاً متر 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 ثم يأتي حد طويل ويقبط في هذه الكاميرا فالحل يوجد أولاً أن تزغر تبس الكاميرا في البدروم وهذا الذي نفعله لو سنفعل أي كاميرا في البدروم نجعل سمكها 50 سنتي من السبعين نجعل تبسها 50 سنتي نجعل تبسها 40 سنتي ونصمع هذا الحل الثاني أن تشيل الكاميرا خالص وتعمل السهف البدروم في الثلاث سلاك يفضل عمل سهف البدروم في الثلاث سلاك لذلك الحركة لذلك يفضل السابت لا يقل يقل 2.5 متر أو 2.60 متر سأكمل هذا لا يقل الثانية قال لك دائماً بحاوة البدروم من بره بره في حيطة خرصانية سندة لماذا؟ لكي نمنع هبوط التربة المجاورة ما هذا الكلام؟ انظر جداً لو عندي مبنى قائم والمبنى عبارة عن سوبر ستراكشور وصاب ستراكشور هذا البدروم وهذا الكلام مرتجز على اللبش هذا يحفظ وأنا أريد أن أقوم بغض جبه منذ أن أقوم بغض منذ تركه هنا ولو أريد أن أقوم بغض مبنى جربه أي أنه أريد أن أحفر مبنى هذه أريد أن تعمل لماذا؟ وإذا أريد أن تعمل مبنى فاستساعدك للمفروض ستزعل انتضاب لماذا ستزعل التراب ومنذ أن تصل لمنذ التراب إلى منذ أساسات قائم في جديد ستجد أنه المبنى القائم دائماً يضغط على الترب لأنه قائم ومبني فإن يتعلم أن يضغط على الترب لو ساعدتك لم تفعل شيء هنا في حلساندة ستجد أن التراب الذي يفعله يأتي وتحفر ويجعل هذا التراب يهرب هنا أما هذا التراب يهرب هنا ماذا يحدث؟ قال لك هذا المبنى يحدث لهبوط ويحدث شروخ لأي عنصر إنشاء هنا سواء عمود أو كاميرا أو بلاط هذا ليس فقط الهبوط الذي يحصل يجعل المبنى كل يقع لو الهبوط كبير قليلا المشكلة في أن المبنى القائم يضغط على التربة فإذا كنت تسيبتها حرة من جر ما تسنتها بشيء من جر ما تمسكها بشيء ستهرب للحطر لأنك تحفر وتشيل المساحة فالتربة تهرب هنا ما هو الحل يا شوهندس؟ قال لك الحل أن أضع هنا حاجة تمنع أن التربة تهرب ويفضل المبنى كما هو واقف قبل محفر أصلاً فأعمل حاجة اسمها حطة سند حطة خرصانية سند واصلة بمنسوب الأرض الطبيعية لحد اللبش فهذا اسمها حطة خرصانية سند لازمتها أن تمنع التراب الذي جاء من هنا أن يصل هنا فيفضل التراب ده مكانه فيفضل مبنى كما هو فأعمل هذا الكلام فأعمله لأي شيء تحت الأرض لا يوجد هناك جزء من البدروم تحت الأرض فدايماً في سقف البدروم ستجد أن السقف أو حطة سندة تصل إلى حد ما تصل إلى سقف البدروم فدايماً تبقى محوطة الأرض من بره بره ناحية الجيران وناحية الشارع فهنعمل حطة سندة من بره بره كيف تبدأ؟ لو ساعدتك قاطع في البدروم ولكن هذا البدروم لو ساعدتك قاطع وبسط لفوق في البدروم سيبدأ الحطة السندة كيف؟ سيبدأ خطين لأنها ترى هذه النقطة والنقطة وساعدتك قطعت في الحطة السندة فهتهشرها تهشير خرصان فدايماً يا شواند تقعد في سقف البدروم سيبدأ حطة سندة خطين وصلين من العمود إلى العمود في الحدود الخارجية بتاعت البدروم لازمتها تسند التراب الذي يأتي من المبنى الجنبك لكي لا يقع هل من المبنى الجنبك هذا؟ هل ستعمل على الشارع؟ ستعمل على كل شيء سواء الشارع أو جار أو حتى شيء تبعك مثلاً لو كان هذا المبنى في جنبه دور واحد سنقوم بالحطة السندة فالحطة السندة تحوط المبنى من دائر من دائر سواء كان جنبك جار أو شارع لا يوجد فارد لأن هذا الشارع يهبط لا يوجد على العربية نرسل حطة السندة أول خطين تقوم بالحطة السندة فيهم وهو الشرطة ستجد أن الحطة السندة تصل من العمود إلى العمود نجد بالحطة السندة أيضاً على الجنب إلى ليس ثم من عبودة السندة هناك فارد نظر أن الاتحة السندة لكن في العمودة أيضاً There are lots of other لنعمل مبنى SHARE ولكن لنظر iivos سأعمل مبنى SHARE يبقى دائمًا بعمل مبنى SHARE Green لديك كم mikrofon رابطت لانrichten بطريب من المبنى القائم عندما humans prepared for sure اللحطة السندة فاردة ποة المبنى SHARE إن شاء الله أعلم، نصممها عندي تتصمم على لاترالبرجر لا يمكن أن تأثر عليها لاترالبرجر ضغط الجانبي، هي شائل ضغط الجانبي يمكن أن تصمم على ضغط الجانبي، فنقول لك لو هي المبنى التي لديك بضروم واحد الذي ستفعله جديد، فالحطة السندة تتسلح 6.12 ميلموم وتقع في الجنبين، هنا 6.12 و هنا 6.12 شبكة في الجنبين، ميلموم 6.12 لو كان المبنى الذي ستفعله، ستفعله بضروم واحدا هل أحد عنده؟ ماذا؟ هل تقع بأرتفاع البضروم كله؟ نعم، هناك حالتين الحال الأوليية مثل هذه الأمام، إنه عملت حد الأرض الطبيعية ويبقى ساقف البضروم هنا ساقف البضروم الجديد يبقى هنا والحطة التي ستفعلها بها ويقفلها بطوب هناك حال آخر لأن الحياة ستصل إلى ساقف البضروم هذا هو حال آخر أخطر ذلك وقال لك دائما لو المسافة من سطح الأرض لحد ساقف البضروم في حدود 60 سنتي لا، لماذا هذه المسافة؟ لو هي في حدود 60 سنتي يفضل أن الحطة السنطة تصل إلى حد ساقف البضروم يعني أن تصل إلى فوق لو كانت هذه المسافة أكبر من ستين يعني مثلا متر متر عشرين يبقى لو أنت عملتها لا يجب لأن هذه الحطة هي حطة زيادة فتعملها لحد الأرض لحد الأرض الطبيعية والحطة اللي باقي تعملها مين؟ طوب وتعملها في الحب داعتك عادي أو كده يعني تعمل شباك فيها أو شيء حسنا؟ حسنا 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 محطة هناك حسنا 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 تمام حسنا 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 من أعلم حسنا من فرق الملاسي في المدروم ، فارق المدسيط ، ركز معها في الحيطة وكان هذا المعماري الذي يوجد في المدروم لا تذهب إلى المعماري في المدروم فكرك في الوقت كان من المدخل بالمدخل الرئيسي كما قلت من صفر فكريت من الصفر فكريت من الصفر فكريت من الصفر لق ours فده كمان كمنسوب الصفر فجميع المناطر اللي ماشي بيها بالماوس دي دي كلها منسوب الصفر كل ده منسوب الصفر طب دخلت من مدخل العمارة طليعت السلاملك ده فوصلت هنا المنسوب أعلى شوية طب المنسوب اللي هنا كام قال لك عدد السلم سبعة في ارتفاع السلمة في مطاقة 5 سنطة يتجي المنسوب Alma wit. يعني ساعة هنا كان منسوب الصفر و هنا كان منسوب متر و 5 و يعني لو فينا بلاطة في سياح البدروم فالبلاطة اللي عامة كده هوكي في منسوب السفر. وملو فينا بلاط آكيد في مختلف في س говор Shiva Wis here اللي هو معمر الارضى يعني هنالك بلاطة و منسوب متر خمسة. لو له قطاعه هنا كده. والتي على يمين منصوب الصفر والتي على شمال منصوب المتر خمسة. أنا أريد أن أعطي عنصر إنشائي ما بينهم يأخذ الحمل من هنا وفي نفس الوقت يأخذ الحمل من هنا. ويوصل الحمل سواء من هنا أو من هنا للعمدان التي أضعها. وهو هذا العمود والكور. أنا أريد أن أقوم بعمل بلاطة في منصوب المتر خمسة. لا بلاطة لفوق. وهي بلاطة في منصوب الصفر. أنا أريد أن أعطي عنصر إنشائي ما بينهم ينقل الحمل من ذلك. وفي نفس الوقت يكون بين الحمل من ذلك. ينقلوا من هذا الكور والعمود. العنصر الإنشائي الذي يبرسمونه حالياً. الذي يرفض من منصوب الصفر ومنصوب متر خمسة. الذي أريد أن أعطي عنصر هنا في هذه الحتة. العنصر الذي يبرسمونه لك في هذا الوقت. العنصر الإنشائي الذي يأخذ الحمل من نسقف يوصلها لعمدان. قد أشجر كمير. فهيبقى دي كمير. هيا شبابي في المايك. لو عندك سؤال يسأل. هيا شكراً. فهيبقى دي كمير. هيا شكلها ذلك. كميرا هي شكلها؟ فهي قالك دي كميرا أصلا من السافة اللي فوق. لحد السافة اللي تحت. يعني حاولة كاميرا رئيسceral religions لانها ربطة بين فارق منسوب ومنسوب منسوها قمر سقف بادروم أو ثقف البدروم بيكون هناك حاجة زيادة اسمها كĭمارات فرق المنسوب أو كامرات فرق المنسوب وهو بكامراتكم بائدة سيانة جيدة من ثقف البدروم وبثقف البدروم الغ RO 1 يتضع من ثقف plan و petit ни صفلkur لاتصف Uz admiral كمرا على بعضها أردت التس practice من النمكن من الفرقav لماذا من النÜت أش señora كامير لأن هذا هو المنسوب الصف وهذا مثل منصوب الصفر من هنا إلى هنا أول ما بدلها تطلع السلم بدأ يظهر معي من منصوب متر خمس فكان نفسي تبقى القمرة دي فرق منصوب فمعرفتش أعمل ده لأنني ما عنديش أي صبرتات في النص أن الصبرت اللي عندي العمود ده والكور ده فلازم القمرة دي تبقى قمرة واحدة على بعضها بنفس النظام الإنشاء فالنظام الإنشاء هيبقى مين كمرة فرق منصوب يا شوهندس هنا هعمل كمرة فرق منصوب من هنا كده نظر أحد يعرف أن يجب القمرة الأن�� التي تاربخ عندك يحتاج إلى أعلى قمرة فرق منصوب فين؟ من نفس الجزء على الشمال مكونن هنا في منصوب متر خمسة وتأتي في إنساء السفر وتأتي في منصوب الصيف وتأتي هنا في منصوب صفر وتأتي في منصوب صيفر وتأتي في منصوب مد religions فساعدتك محتاج إلى قمرة فرق منصوب فالخط بحرف L أعمل على قمرة فرق منصوب تبته هانتستشوف انواعي في كاميرات اي بقى رقم 3 رأي فرق المنسوب فضل الكاميرا بتاعت فرق المنسوب في الجزء بتاع الصفر والصفر ده هتبقى مقلوبة ومطفنة تحت الحطة اللي فيها يعني طب اتخذ عليها شوية ثانية واحد انا محتاج هنا كاميرا عادية صح فانا مش لايك صبرتات خالص هنا فعملها كاميرا فرق المنسوب تعال بقى نشوف لو هي كاميرا فرق المنسوب هنعمل ايه ولو هعملها كاميرا عادية هعملها ازاي نعم ت Pack up نظر كاميرا م ومحتاج هنا كاميرا كاميرا دي احدع عليها وانواع ايه ؟ اذا له يحتاج تانية هاي الكاميرا تاني في الكارب من كالتربيب من كاخر والكاور لو لديك أثنين كور Justice في قادمة مع بعض الشر quaisشناك کووجahah كانت الكاميرات محتاجة في استعافة هذه الكاميرات ليست منصوبة ولا تحبط على فكرة لأنها لا يوجد رابطة بين منصوبين ومن khotolim الكاميرات التي هي منصوبة من الضمان SEO كما لنشترحك لل foremost والكاميرات ايضا كاميرات zwei في استعافة بطروب كاميران عندnant ميزل den Beigo وكاميران يجب رابطة بين الكورcture ده انظري ألم. ، ألم يصل إلى نظرة عن أدنان؟ من المنسيب؟ أنواع الكاميرات التي لدينا هناك. لدينا بشكل أساسي ثلاثة أنواع من الكاميرات. النوع الأولاني اسمه الكاميرا البروجيكتد. وهي الكاميرا العادية خالفة. وهي الكاميرا السقفة والكاميرا سقطت تحتها. أريد أن تسقط الكاميرا إنشائي. اقطع وبصف الفوق. فسعدتك سترى هذه النقطة وسترى هذه النقطة. فهيبدأ خطين. وهذا ما كنت تفعله دائما. كاميرا البروجيكتد كنت تظهرها خطين. وتمسح الحوايط وتضع خطين كما ترى. النقطة الثانية من الكاميرات. كاميرا اسمها كاميرا مقلوبة. أخت الكاميرا بالضبط. لكن الكاميرا لا تقالي سقطة لتحت. تبقى سقطة لفوق. شرطها أن يكون المعماري الذي يشاهده. هذا المعماري الذي يشاهده ويبقى فيه نحيطه. لذلك ينتفن جواه. شرط الكاميرا أن المعماري الذي يشاهده فيه. تبقى فيه تحتها حيط. الانفرتي ما يريدون أن نسقطها إن شاء. ساعاتك ستكون خط قطع. وتبص الفوق. فإن هناك خط قطع كده وبص الفوق كده. فهيشوف ايه؟ مش هشوف اي حاجة. والنقطة دي والنقطة دي انت بشاهدهم. فهيبلغ خطين تحت بس منقاطين. أو خطين منقاطين. وهذا البلان. النوع التالب من الكاميرات. الكاميرا اللي لا تصرحها لك. كاميرا تفارق من منصوب. كاميرا تفارق من منصوب. كاميرا تربط ما بين منصوب. وما بين منصوب تاني. بص كده. لا بس مان. واللي هكذا عن المثال ده. اللي هكذا كنا شرحينه من شوية. البلاطة اللي هنا في منصوب كان? متر خمسة. ايه ده منصوب? متر خمسة. البلاطة اللي تحت في منصوب? السفر. القاميرا دي وصلة من منصوب متر خمسة ومنصوب السفر. طب تماني ازاي كانشائي. لو ساعدت خط قطع. وبصيت لفوق. فانت شايف النقطة دي ايه؟ بتاع الكاميرا بتاع البلاطة. أسف. من هنا لحد هنا. ده ده تس الكاميرا كامل. خَمسة الكاميرا دي بكامل. كان من الرسم. يساوي فرق المنصوب التي هي المسافة من هنا. هذه فرق المنصوب. تساودي عليها صمك البلاطا الصوفلي يبدأ بالفرق المنسوب لها قاعدتين القاعدة الأولانية يظهر خط والمنقط والخط إلى ناحية البلاطا العلوي والمنقط دائما إلى ناحية البلاطا الصوفلي والـ Total Detex يساوي فرق المنسوب يزاود عليها صمك البلاطا الصوفلي يبدأ T يساوي التو żlt أنظر لك ما يرى تخفض هنا أين هي كاميرات فرق المنسوب؟ هذه هي كاميرات فرق المنسوب ويوجد كاميرات فرق المنسوب أرسمها خطين هذا هذا الخط مغلط خط مغلط 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 من هنا يوجد الظاهر والمنقق هذا تظاهر الناحية البلغة العلوية وتحفي الناحية الطفلية هذا كان منصوب 5 وهذا منصوب 0 فهيبقى الخط المنقط هو الخط الخارجي فتشيل الخط الظاهر ده وتحط بعدها خط منقر طب هنا يا بشمهندس هنا منسوب متر خمسة وهنا منسوب السفر فيبقى ده اللي خط منقط اللي بره واللي جوه ده هيبقى خط الظاهر فتشيل الخط اللي بره وتحط بعدها خط منقر حد عنده مش كاف ده شباب؟ حد مش فهم ده؟ ه wenigstie بقى مش هدлось كده فى الرسمه فتا عيد الكاميرا خمسة ده مفيش خط قطع ما بين البلاطة الكاميرا للتحت دقس الكاميرا�� requirement من فوق خا Marg кор transact الحدث achieved لا يوجد فيه خط البلاطة اللي هو داخل مين الخط البلاطة اللي هو داخل؟ اللي هو الأفك يعني ما يوجد فيه خط فرية منسوبة بين البلاطة والكامور لا هنا رسم العليمين في different levels اه مال اه لا مشي خدود دي لا لا مشي خدود دي حتة واحدة واحدة مع بعضها تمام عشان بس أوضح لك ان دي بلاطة ودي بلاطة فتعام الخدود تمام؟ تمام تمام فهيبقى دي كلا فرية فرية منسوب؟ اتفضل واحدة قلت لنا ان احنا نشغل الساف دافلة اسلاب بس دائما مش اللي احنا خدناك كده هنشغل برامج ولا ايه؟ اه طبعا برامج انت اصلا مشتشتغل الكلام دي ابني مش هتعمل بساف بدروم اصلا في المشروع ده بس رحولك بس ده نفسك تمام تمام؟ يعني انت تشوف مشروع مشروع اصلا من كاب كتير هذا مشروع لحاجة لنفسك النهاردة مفروك انت اخوش اقول لك ايه؟ هتغطت الحل بتوع مشروع ايه؟ وبعد كده اقول لك المشروع ايه يا رئيس اذهب احل زاكر واحل يلا ومرة جهت سالة فانا لا اعلم ان تشغل على الفاضي لا اشرح لحاجة دي لانت اخوش بجاهة في الكلين ايه؟ 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 الحتة منصوب الصفر هنا وهنا في اليمين والشمال ايه؟ 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 كان بس معي لحد الافر الشيء وانا عملك؟ سؤال اخر فقط على الحطة الخرصانية التي محوطة المبنى ايه؟ ايه، ايه؟ انا لا اعملها في البروم لكي تقول خطرة التراب ايه ايه؟ دائما عندما يأتي ابني جنب اخر يتعمل الخوازيه السند التي تتبعها حولنا الجار لكي تسند التراب بتعمل خوازيه السند و بتعمل حطة خرصانية ذاندة ايه؟ 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 الخوازية تبقى قبل الحفر والحطب غالباً تصبح معلّفش هذا ما أقصد يعني طبعاً هو قبل ما يحفر يضع خوازيين فأنا كده كده هبقى ضمن أن التراب ليس هيتهال طبعاً وبعدها أيضاً بتعمل حطب حطباً لكي تضمن أكثر أن التراب ليعديه ولا ماليا بقى ولا أي حاجة زيادة أمان يعني اه سمع مهندس طبعاً طبعاً مهندس وهو حتة السؤال هو هو لو ممنى بدروم واحد بس وبيتسلح شبكة من الجنبين ستة فى اتناشر اه طبعاً هو لو جنبه جار ليس الجار سيضيف إجهادات أيضاً لا 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 إحنا جبنا أكبر إجهادات لأكبر جار فتلع أنه ستة فى اتناشر بيقض طبعاً 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 أنا فهم يا أصدق أن الممنى الجنب يحسب عدد أدواره ومفروض أنه يصمم بالضبط طبعاً منطقي لكن لا إحنا بإحنا مع القوط المناسب منه ومفروض أنه يصمم عادة أكبر لقد خلقاً سبباً هل تظهروا كميرا فى اتناصر ومفروض وهذه كميرا فى اتناصر وهذا كميرا فى اتناصر ومكسرة وهو ينفع عادي وهو يبقى لها ترشد ولكن هذه كميرا فى إذا كنت رأيتها في البلان ستجدت منها حوالي تسعة متر أو شيء فهذه كميرا فى وهذه كميرا فى اتناصر هذا ينفع بقى أعمل كميرا حرف الل هل ينفع بالكاميرا حرف اللي إجابة لا أعملها يا شوهندس دلوقتي إيه الحل أنا عندي كاميرا مش عارف أشيالها لأنها حرف الل ومحتاجها ضروري لأنها كاميرا فريمنتسوب وهنا محتاج الكاميرا ضروري بس الكاميرا دي يزبانها كبير قوي طب الحل أنك تعمل إيه قال لك الحل في الكاميرا دي أو في الكاميرا دي أنك توجد عناصر إنشائية تانية غير العمدان تشلك الكاميرات دي فبنعمل إيه قال لك يا مش الكاميرا دي في سقه البدروم فأنا هعمل عمود صغير بسمية عمود شامعة واصل بالأساسات لحد الكاميرا دي لازمته إيه يعني لازمته في الكاميرات دي طبعا بنعمل سؤالك كما قلت لك لازمته في الكاميرا دي يا باش مهندس أنه يقلل لنزمان الكامير يعني ساعدتك هتعمل إيه دلوقتي الكاميرا متر إيه رأيك لو عملت لك لها كمعا عمود وإيه رأيك لو الحتا دي كمان كبيرة عملت لها كمان عمود إيه رأيك في حرف ال L ده لو أنت مش عارب يشيله وانت فاعله لا تعرف نفسها أعمل لك لها في حرف ال L التقضى ده عمود عمود صغير الأمود ده عمود كان طبعا 30 في 30 واله عمود ده باش مهندس لازمته إيه؟ أن يشيل الكاميرا ده ويشيل الكاميرا دي ويعرف الكاميرا تتنفذ بنسمي العمود ده عمود شمع ساعاتك تجي بقى تحط عمدان الشمع دايما تحط العمدان الشمع بذكاء يعني ايه يعني انا كان نفسي زي ما قلت لك من شوية ان الكاميرا دي من هنا ل هنا ما تبقاش فرق منسوب تبقى كاميرا دي الساعة عادية 70 سنطر طبعا بلايها شوانت ليه كده لان ده سفر وده سفر فقال لك يبقى الحل وانا بفرد الشمع ما حطت لك شمع هنا في الحتة دي فلما حطت شمع في الحتة دي بقى تلك الكاميرا دي عادية 70 سنطر عادية خالص او 50 سنطر لو انت سافر بضروب وهتبقى خطين بتوع خطين ظهرين ما هيش فرق منسوب امالو بعد كده يا باشوانتس قال لك بعد كده المفروض ان الحتة دي كده هتتشالم من العمود ده لحد هنا طب هنا في الكاميرا دي بها كسرتين الكسرتين دول بيعملوا تورشن طب ايه رأيك نخليهم كسرة واحدة احط هنا شمع بقى كده الكاميرا مش مكسورة لان بقى ادي كاميرا زبان وده زبان تاني مكسورة اللي زبان المكسورة صغير مش مشكلة ممكن نعمل لين بقى التورشن صمم تورشن فأنا في الكاميرا الكبيرة دي احط شمعتين شمع هنا عشان احول في الكاميرا دي الكاميرا بروشيكتد عادية واحط شمع هنا عشان اقلل عدد الكاميرonta واحط بحرف الال شمع هنا والبدأ شمعتها ايه شمع دي أن نعرف أن نفذ الكاميرا حرف L يبقى الشمع الشمع عبارة عن عمدان صغيرة وصلة من الأساسات لحد الكاميرا التي تريدها لا تكمل حد فوق هذه هي الشمع التي نتفقنا عليه الشمع هنا وشمع عند الكاثرة وشمع أيضا الأول أن نحاول الكاميرات تكون هذه الكاميرات وتفضل فرق منصوبة كما هي بعد ذلك سأقوم بشمع ثانية لكي أشيل حرف L هل لحد متفقنا في كلا؟ هل لحد متفقنا؟ هل لحد متفقنا؟ لماذا؟ أشترك الكاميرا التي تريدها وهو مي لعبارة أبواق وهو بين الكورة والنفق هل تتعامل الأخرى؟ هل تتعلم بهذه الطريقة؟ أم طرح ترشا هل تعلمت؟ فعلت لديه وقت هذا فقط فعلت لديه مأكل في سنفون لا لا بأي مكان هذا فكور وعموت سأقوم بعمل الكاميرا عادي وفي حل ثاني في المشروع الينا عملنا حل ثاني الصراحة ما هو حل الثاني؟ عملت هنا شبعة صغيرة كما ترسل شبعة صغيرة أقوى أنا أقدر حتة دي وعملت كاميرا وقلت الشبعة هذه ستطلعها على حد ساة في البدروم يعني كورة يتصبها يتصبها في البدروم حرف زد أول مطلع للدقار اللي فوق سأخذها ويرجع الكورة كما هو ثاني هذا هو الحل الحل الثاني أنك تعمل عادي كاميرا مكسورة وتعمل عليها تورسا لكنها تصمت تورسا بسيطة لأنها كسرة بسيطة مهندس الكاميرا اللي كانت عند السلم كانت نوحة أنهي؟ اللي فوق السلم هذا؟ ماذا؟ سباندرال ماذا هو هذا؟ هذا سباندرال يعني أنك عندك كور وكور وعملت كاميرا ما بينهم لكي تجعل هذا الكور يعمل مع بعض يعني أن هخبتنين قامتنين بأثنين نظائر مثل بعض والثانين عملوا مع بعض في الزلازل سنقوم بإمكانهم كاميرا 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 مثلا جنب كاميرا 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 العادية كاميرا على المايل كده. مش علينا اصلاها استردت ان تسمع بس. مش علينا. بس هي اسمها اسمها كاميرا اسباندرال عشان الكور ده و الكور ده يشتملوا مع بعض. تمام جدي. تمام. طي. طيب. شمال اسمها علش. تفضل. الكاميرا اللي هي الفرق المنسوب مع الكاميرا العادية اللي حدودها قلت مسلا هتعملها سبعين سنتي. اه. ديعة الحديد بتاعها مش مكمل في الثاني. لا مش هيكمل في الثاني. فهتبقى سيمبل بقى. اه. سيمبل. تمام. تمام. تمام يا شباب. الكاميرا اللي اسباندرال ده باش مهندس لها بعد محددة مينموم يعنى وتسليح منها. مينموم الويتس. يعني ليها مينموم في الويتس مش في الدبس. مينموم الويتس العرض لازم يبقى قد عرض الكور. عشان تشتغل. انما الدبس عادي سبعين خمسين اربعين اي حاجة. ملاش مينموم. وتسليح. مينموم تسليح. لسه يرسم لك تسليح دلوقتي. مينموم تسليح التسليح بتاعها عادي خالص. يعني هي حتى ما بتتنمزج. بتتنمزج كاف واحد وكاف اتنين زي ما لمزجنا الكاميرا. بس في التسليح انها بتطوط ميلة كده زي ما كنت رسم من شوية. يعني بحط حديث كمان في المايل كده. سوف أصور لك الكود يعني في النسباندرال. الكود عاملها. التوصيل التسليح بتاعتي. خمس. طيب. كميل كده بقى معي. ده كده سايف البدروم. ركز بقى معي بالله عليه. كان معمر الأرض من شوية. ساعدتك لو جيت بالعربية فتاعتك. وعايز تنزل الرمب. ركز بقى شرشابي كده. لو جيت انت عايز تنزل من الرمب هنا. لو عايز تنزل من الرمب. فساعدتك وانت نازل. لو انا عملت لك دي بلاطة زي ما انا رسم كده. ما هتجاد الوقت اي حاجة دول. بلاطة في منصوب الصفر. ما عادة هنا. بلاطة منصوب كان متر خمسة. عملت لك كمير فرق منصوب. حاولت السلم. انشاء عادي. انشاء بتحاولت كيف يخط وخط 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 منصوب منصوب الصفر كل ده. والحطة في منصوب متر خمسة. اللي عايز اقوله ايه. ان ساعدتك لو كنت صامب البلاطة دي في منصوب الصفر يا كمان. تتخش بالعربية. العربية جاية من الشارع. اللي هو في منصوب الصفر. تتخش كده تلاقي بلاطة في منصوب الصفر. ايه اللي يحصل. تتخش جوال مبنى. لا ينزل البدروم. إذا أردت أن تنزل البدروم ما تفعله؟ قال لك لا ينفع هذه البلاطة في منسوب الصفر. إذا أردت أن تكون هنا في منسوب الصفر. وبعد ذلك تنزل البدروم. فالرامب هو بلاطة ميلة وصلة من منسوب الصفر لبلاطة البدروم التي تحت. هذا الرامب. يعني يا شمهاندس لو أنت صبيت هنا بلاطة منسوب الصفر فتل مستيك. فلازم فتحة الرامب تبقى فتحة. يبقى لازم أعمل في الرامب فتحة أو الحتة دي كلها فتحة. غالباً يجب أن نعمل كلها فتحة. ساعات بره نعمل نصف الفتحة أو ثلاثة اربعة الفتحة بس. بحيث العربية تنزل. إحنا سأدخلها كلها فتحة. هذه فتحة قدية. الفتحة دي في حدود سبعة متر في ثلاثة متر ونصف. يعني أنت عملت الفتحة في ثلاثة سلاب سبعة متر في ثلاثة متر ونصف. هل الفتحة دي سيف؟ المفروض لا. يعني فتحة كبيرة قوي بالنسبة في ثلاثة سلاب. سيبقى في تركيز إيجادات حواليها. في حال أن تفعل أي فتحة كبيرة مثل في ثلاثة سلاب يفضل أن ساعدتك تحويتها بمين؟ بكاميرات. فأنا عملت كاميراتها وكان نفسي أعمل كاميرا بكده. يعني أنا نفسي أعمل كاميرا كده وكاميرا كده بحيث أنني أحاول الفتحة. السؤال هل ينفع أعمل الكاميرا حرف إيه؟ الإجابة لأ. طب الحل يا باشواندس داي محلتي بالظبط. الكاميرا حرف الإيه دي حلتها دا حطت بوست. فيبقى الحل هنا إنك تحط بوست هنا يا باشواندس. دا يبقى طالع لبرة أو داخل لجوة مش فارق معي. يعني يبقى بارز من الكاميرا كده من بره أو بارز لجوة. الأفضل أن يبقى بارز لجوة عشان العربية تنزل براحضة. مش فارق معي. طب الزبان الكاميرا دي تقريبا 8 متر أو 7 متر وشوية. هنا الكاميرا متشال على مين؟ على البوست دايه. اللي هو وصل لحد الكاميرا بس. ومتشال هنا على الحيطة دي. طب الحل يا باشواندس دا ثمانية متر. قالك طب ما تحط كمان بوست في النص. ما انت فئيدك انك تحط البوستات تريح الكاميرا شوية. زي ما عملنا في الكاميرا دي. اللي هي كان نسبانها كبير. وعملنا لها بوستات في النص ريحنا الكاميرا شوية. فانا عملت بوستين. البوست دا عشان يخلي حرف L ينفع يتنفذ. والبوست دا عشان يقلل لزيبان دا. عشان الحتة دي فتحة. فانا عملت كاميرات وحوطها ببوستات. حد عندي سؤال في شهد. أنا دلوقتي باشواندس الفتحة اللي مفتوضة مشي فيها. عندي حيطة وحطيت عمود كمان الكيرانس L القوي. فمثلا لو حصل ان انا ما ينفعش احط عمود الشامعة فيه حد ثاني. يعني ما عدد. العمود الشامعة العليمين. اه اه. افلي مش مش دي حيطة لتحتي دي حيطة على طول. فين دي. اه. اللا اللي فوقيه مش الحق. اللي فوقيه حيطة معمارية على طول ايه. دي. لا اوازه الممر اللي هيبه ما بين الشامعة. اه. الممر دا كان. اه. الممر دا كان. اه. معمار ارضي. انا اقصدي. انا قصدي ان الممر انا كده دي اعته. يعني ممكن يكون الحال ده مش مش قبلكة بالممر. لكي هذه الممرتعة؟ ألا أنت أدري. كانت الشمعة 2 في 30 سنتر. إذا قد أغطيتها هنا، لن ألقى أن أصبح أصلاً. كانت الشمعة 30 سنتر في 30 سنتر. لا شيء. هذا لا يوجد أمر. وحل أخر. لكن هذا هو حل أخر. لكن هو حل أخر. في الحل الثاني، أنك تسب الريتينجول تسب الحتة هذه الريتينجول. حتة العالمين دي. اه اه اه. في كلها. وبعد كده خلي الكاميرا دي مشاهلها. ده الحل الثاني اللي بتعاب بره غالبا. يعني بره ما بيعاملش بسطاط. ايقول لك ان اصب من حتة دي. يا شوهندس اعملها ازاي عادي. اصبها مع ارتين جول. لحدهم. والكاميرا دي مشاهلها. تمشيها ارتين جول دي و ارتين جول دي. فالحل الأفضل للشمع. انا بفضل للشمع الصراحة. تمام. تمام. فالفتحة كبيرة قوية. سبعة متر و شوية. او تدى متر و شوية. انا على نفسي ما اقتنعش بفواتير. انا الفتحات صغيرة ولا حاجة. الفتحة كبيرة دي. لا افضل تحطها بقمر. اصلا اعتبر الفتحة دي. على حدود البلاطة. مش في نص البلاطة. تمام. يعني مثلا. مثلا. ايه. يعني كلها مستريب ده مش كامل. كلها مستريب ده مش غالية. مش مكتابل لحد الآفر قطعه. فالفتحة قطعت كلها مستريب. قطعت كلها مستريب كمان. فعشان تحلها لا. يبقى الأفضل تحوطها بكاميرات. انك تحط الفاتير ده مش غالط. يعني فيه ناس بره فتير بيحطوا فاتير. ويراح دماغه. بس ايه. لو تعرف تحوط الفتحة بكاميرات. الأفضل انك تحوطها بكاميرات. طب ايه لو فاتير دي. اتبقى قديزة عريبا. ايه. الفاتير لو هي فاتير دي. هل تحط السفلي وعلوي في حدود كل فاتير دا فيها ما? انك تحوط الفاتير الى فيها مايوان. بس هيجبي جد غالبا. Broken. وضع ثلاثة سياق سفلي هنا. ثلاثة سياق 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 سوفلهم. ثلاثة سياق دا فيها مايوان. وما ركزين كما تبقى. ثلاثة سياق في الشبك العلوي ثلاثة سياق سياق سياق. حسنا نفس الكلام هنا. تماما. انتظم الى الصراحة بكاميرات. في هذا الرمب. وأفهمك لماذا؟ عادي قطاع كده؟ قطاع في هذه الحتة يوصل من الأرض لحد البدروم. فلو أنت خط القطاع تعاني نرسمه هنا كده. أهو يا شوان. قطاعي خط الأرض الطبيعية. وبعد كده الرمب ميل. وبعد كده البدروم. يبادئ هذه الحتة. لو أنت ماشي. طيب السقف بدء من إين؟ السقف بتاعك ده. بدء من آخر الرمب. فعند آخر الرمب خالص. سأجد السقف. الرسمة التي لها رسمها ده. أنا أعمل كاميرا. كاميرا سقطة. لأن رسمها خطين ظهرين هم. فأعمل كاميرا سقطة. ساعتك جاي بالعربية. الكلير هايت بتاع البدروم في حدود 2.60 أو 2.80 في حدود ده. الكلير هايت ده. 2.80 أو 2.60. ساعتك جاي بالعربية من هنا. تيجي تنزل الرمب. لو العربية بتاعتك عربية طويلة شوية شب أو حاجة. تلاقيها خوضت في مين؟ خوضت في الكاميرا دي لأنها كاميرا سقطة. طب الحل بتاع الكاميرا دي ايه؟ قالك دايما كاميرات داخلية الرمب يفضل منها ما تتعاملش سقطة. أمال تتعامل ايه يا شوهندس؟ تتعامل كاميرا مقلوبة. بشرف ان الكاميرا المقلوبة دي يبقى في هنا مين؟ في هنا حيطة. هل في هنا حيطة؟ هو السافي ده سافي مين؟ سافي البدروم. شاي المعماري ايه؟ شاي المعماري الأرضي. ما هو معماري الأرضي هو. وكان في هنا حيطة فعلا. يبقى دايما كاميرا فعلا في فقية حيطة. يبقى دايما كاميرا. ان الكاميرا اللي في داخلة الرمب متتعاملش كاميرا سقطة. تتعامل كاميرا مقلوبة. ليه؟ عشان انت تدخل بالعربية الكاميرا السقطة مددقك. شرط الكاميرا مقلوبة ان يبقى في هنا حيطة. هل في هنا حيطة؟ اه في هنا حيطة فعلا. ده لازم يبقى في هنا حيطة. لان انت واقف في المخزن. لو مفيش هنا حيطة اقدر توب. ساعدتك توب في المخزن عايز تنتحر. هتنطف مين؟ في الرمب. لا فعلا بنعملك ايه؟ حيطة هنا عشان ما تنتحر. فلازم في هنا حيطة. حتى عند تواقف ذلك شباب. يبقى يفضل دايما الكاميرا في دخل الرمب. انها يكون كاميرا مقلوبة. اثقاط الكاميرا المقلوبة. هل هي مخطين ظاهرين ؟ لا. الكاميرا المقلوبة خطين من القاطين. يبقى مخطين الذهابين التي يتشالهم. ويبقى خطين من القاطين مكانه. وحاولت كاميرات. هذا الكاميرا مقلوبة. وهذه الكاميرا عادية. فكاميرا عادية البروجكتب. 구وجه mies قليلا. فوقي تحتها حيطة. في البدروس. موجود لديه أي سؤال يا شباب؟ موجود لديه أسئلة؟ هذا الشمع لازم تعملون خرصانة نعم ، يجب أن يجب أن تعملون خرصانة 30 في 30 سنطر لكنه أيضا يجب أن تعملون الأحمال وهو فقط حيث يجب أحمال وكما يجب أن يجب أن يجب أحمال مومنتات صغيرة لو أنه ينفسه غلطاً حيث يجب أن تجد التنفيذ أسرعها شايل حيث يجب أن تعملون بسيط هل يمكنك الأعمال في التوبيب؟ لا، لأندور لديك، لديك كزء من دور وأتقال بقمر واحد، ولكن من قمر. لا ينفع لديك أعمال للتوبيب؟ لا لا لا. تعمل. ربما ينفع أي شيء من هذا التي تتعلم للتوبيب. أنا لديها في التعامل الدور الثالثة، ستجد أغلب البيوت مثلا. وبذلك البيوت تتوبي. فأي شيء من ذلك عادي يستعمل فيه. لكنني أقول لك أن النظام الإنشاء الصحي هو أنه يبقى شمع وقرصانة ومسلحة. ليس عادية. وليه قاعدة عادي؟ نعم، وليه قاعدة. غالباً تبقى نبشة فهو يخرج من اللبشة. يعني هذا الممال الكبير الذي تبقى 12 دور و13 دور بيبقى نبشة. غالباً هذا يخرج من اللبشة ويقال لها شيء غير من اللبشة. مثل عبد العادي خالص ولكن سواء يخرج من دور واحد. تماماً. قاعد عادي سؤال يا شباب. إن شاء الله نتقابل بقى السيكشن الجاي. هنبدأ بقى في البريسترس. وبعد كده هنكمل بقية المواضية. يفضل أن الناس تكتب معه في السيكشن. يعني من السيكشن الجاي هنبدأ بقى سرعة بالراحة خالص. وهقول لك الحاجة واحدة واحدة وهتجد حتى بريسترس. ايه؟ هنضعفش تبقى سرعة على ورق ولا ايه؟ لا هنشرح بالروجيكتور. مش هينفع سرعة على ورق. للأسف القسمة عندنا يعني. وعشان هنشرح بالروجيكتور حالي وبس تديني بس ايه فرصة نكتب بس هبشمال. بص انا بقول لك انا بقول لك من المرة الجاية. ورقة كده وقلم وكشكول وقلم عادي خالص. وانا همليك. يعني هعب بالراحة ونتملة مع بعض وعادي خالص. اكيد نفسك. تم تبقى تنزلها في شمال دس. وهنزل لك البي دي. قابليه. هنزله قبلها. بص ما اضمنش قابليه لسبب. البي ديف ده اول مرة يتعمل. او انتو لا انا هنزل لكم البي ديف قبلها لان كده كده بدي انشاءات قابلكم. سدي انشاءات قبلها. خلاص دعم. عشان نتبقى بس ايه. ايه. عشان نتبقى واني بنكتب وراك برضه. مفيش مشكلة. ماشي. اه. حد عنده عايزة شوية تانية. عالي شوية تانية. دس او اسأله الممكن يغبج حالي تجاه شوية. سوية العميين. لا اه طبعا. شادس. هي العمدان فين مكانة اللي ه طالع من الليبشة اصلا. ليه بتاعت الادور اللي بعد كده. العمدان اللي بي ta'ش بعيد كده فالدور اللي جايه. اه. كل اللي العمدان معGA نسل شوية. ايه انا اصد انا اصد میں بنش في في المعمار بتاع الي هو بتاع الارض دي بتاع المدروم ده. ماهيباين ايه? انا اصد بال provides ايه لي عمدان الداخليه. مايباين هي ابني عمدان داخلية. الا عمدان دخليه يجري ده وده والكور ده والكور ده هو ما كان شفى عمدان دخليه اصلا كان كلها عمدان شارجية تمام تمام حتى في الدور اللي فيه نفسك الله والله بصということ تمام يا عندس يا الله عشان نفتر طيب يلا شهودكم رحمة الله المشروع عشنا والله عندس ما كيفش مشهر اه المشروع صحيح صحيح ايه تتسير نفسين لازم بقى ميقار سلمي دانتا السلمي الذي تخيله معناه السيكشنك ما الذي تدخل السلمي معناه السيكشن؟ والسيكشن مرتاح السيلمي السيكشنك يعني أنت بسكتنا سيلمي والله هل تعطي المشروع إزاي؟ السياب نستني المشروع مطلوب منك تضع السيكشن تعمل تقوم بسيكشن وترسم اللوحة الأولينية أنك ترسم السيكشن بعد محاولة السيكشن وبعد ذلك تسلحه وتنمزل الكاميرات وهذا هو أول لوحة تعمل جدول النمزجة وتنمزل الكاميرات بعد ذلك تعمل تعمل ورنفرسم للمشروع وترسم التفاصيل النماطية التي سأخذناها في الساعة الثالثة السيكشن الأولين أجر حاجة تعمل تصمم جميع الأعمدة وتعمل ورنفرسم وتعمل الجدول الأصل والحد الثابت والكلام سأسهل عليك هذا كلام يمكنك تعمله بالبرامج عادي وتنمزل ثاني يمكنك تسلم من اللوحة كاد لكن عندما تسلم من اللوحة كاد سأستلم من واحد واحد وغالما سيكون في الكلية غالما سيكون الإسلام في الكلية سأقول لك أن يوم الالتنزل في الكلية أنا جاي لك وأستلم منك واحد وأسأل وأضع دراجات على الكلام فاللوحة تتبقى كاد المشروع كله برامج أريد أن تعمل المشروع برامج ماشي عندما تعرف أن تعمل برامج أريد أن تعمله من أول ماشي لا يوجد أي مشكلة أمسال عليك خالص حسنا المشروع عبارة عن ماذا؟ هندسة بدرجة ونصف أيضا هندسة لا أعرف وأعمال الساعة في عام كبيرة أخذ بالك أعمال الساعة عندكم في عام أكبر من أن تعمل فأخذ بالك عن هذه الحتة المشروعات يبقى له درجات كبيرة لا ليس كبيرة لا المشروع المشروع أيها المشروع المشروع مبنى صغير فأدور أصلا وهو أصلي بلان واحد لا يوجد أكثر من بلان و بلان متكرر كل ساعتك ستعمله ستحول هذا من مسكة معماري الإنشاية وتضع العمدان وتضع العمدان وتضع العمدان وتصمم الكاملة وتتوقفه أريد أن تصمم برامج أهلاً وسهلاً ستعرف أن تستخدم برامج و أريد أن تصمم مانوال لا يوجد مشكلة هذا المشروع مطلوب كم لوحة؟ المفروب مطلوب لوحتين لوحة السقف ولوحة العمدان وأنا ستستخدم برامج هنزود لوحة ثالثة اللي هي لوحة الفوتنج الأساسية ومطلوب المشروع هذا المشروع وهي ثلاث شيئاً تسليم الوحة ومتاحة إن شاء الله التسليم الاسبوع الاسبوع الجاي غالب هتتصمم بشمهندس هتتصمم هتصمم ساقف بكاميرا وأتصمم عمود وأتصمم كمال أساسات عشان بتتعلم كيف تعمل لوحة لكنك بتصمم مشروع كامل كلام بكل برامج وبتعرف السبوع البرامج اشتغل مانوال وكل ده في اسبوع بشمهندس يا ريس المشروع ده بأيخد شيئاً لو برامج اشتغل منه البرامج رخمة الصراحة وبتاخد قطة طويل وبالنسبة لله هيتعلم البرامج لسه علشان يتعامل اللسه هيتعلم برامج شمهندس قول كده المطلوب تانية بشمهندس كده لوحة سقف لوحة سقف بتسليحة بين مزاجة كاميرات لوحة سقف بتسليحة بين مزاجة كاميرات كل الكلام ده على فكرة معادنة حسابية كيف تصممت السقف؟ ستأخذ بقى سكيرينات من البرنامج لو انت تصمم برنامج لو انت تصمم بالبرنامج ومصم المانوال ستكتب لنا الكلام اللي انت كذبه وتجيبه مصور أو تجيبه معك بالكسف اللي انت كذب فيه يبقى أولاً لوحة سقفة من مزاجة كاميرات ثاني حاجة لوحة محاور واعمد في جدول القصل بالحد السابس بكل حاجة بالقطاعات الأعمدة في الدور الأرضي كراس يعني انت ترسم الكطاعات العملية في الدور الأرض بس ما ترسم كل القصات ارسم بس كطاعات العملية في الدور الأرض ثالث لوحة لوحة الأسات هتبقى أساسات ولا هسيبة هكما تعملوا أسات يبقى خليها في السقف هكما كنت أعلمك أن الأسات ليس مهمة يعني خلي الأسات بتوع الأسات يبقى سقف ومحاور واعمدة بس لوحة تتسلم لما احنا مننزل الكلية تنزيل كلية لزواق كامل ولا الجاي ولا البعد حلو حلو ايه الرابع خمسة ايه في ايه ثلث والرابع ما فيه طب معلش حد يبقى بعث للجدول كده يعني اوه بس خلي التسليم أنا لسه أتعلم والناس لسه أتعلم الترامة ماشا هخليه ومش مزاجي على فكرة ومفروض الزواق ده والزواق جاي فانا هكلم لو شوف بس الجدول البتاعك وتنزيل كلها يوم ايه او الزواق كام فهكلم فهكلم عماد وحقول له ان انا هتتلم السكتني في الزواق ده شو مهندس عشان بس يبقى لميت الموضوع كله يبقى هو برامج وكاد عادي ومطلوب وقتين سقف وعمدان ايوه الاساسات هتتصمم امي ولا كنا مش هتتصمم مراحتك عايز انت تعمل الاساسات يا سلم لا لا اخي مش هكزمها اصلل على التصميم ليه مطلوب اصلا نظر فوق مش مطلوب المطاليب ايه مطاليب هواي هبعت لك اصلا بيد ايه تمام والقطاعات الاعمدة للدور الارض بس فيه حاجة كلا ننسيها القطاعات الاعمدة اه رسم الدور الارض بس اول قصة يعني ايه فيه اي نقطة انا كده نستها لا لا تمام ودوطة حسابية ابو شمان معاك معماري كال طيب معماري كال اه معماري كال لأ معماري كال حول اجب اولها في النصان ايه نوتة حسابية وانا او او انا شغل على البرنامج لطلحها من البرنامج او؟ او خريب بطلح ليس لديه من برنامج سكرين شوطة اعمة ام واحد واحد وام اتنين وتنين وسكرين شوطة ام واحد واحد ابعاد لك نوتة حسابية تملاحة هبعاد لك نوتة حسابية تملاحة ماشا سلمي قط يطلع نوتة عند Merdan او خلاص ايه لا ما عليك شو يعمل دولة حسابية اللي هيبعطها لها تمام ايش مستقيم محط جدعان دولة ثانية؟ يلا جدعان سلام هذا شمتوا راحين فين بقى سلام يلا اخد بس مذياب يا عم انت راح فيه؟ امه هندسة ايه الموضوع بتاع بلاطة الأسانسير لما هيبقى نازل في هذا البدروم هندسة ده موضوع كبير بقى بعدين بعدين موضوع كبير ومحتاج شرط بتاعنا بعملش دولود دايه؟ فانا كده عامل لكم شير؟ بس مهندس ما هنعمل جروب واسم بس مهندس بس كده معلش بس رو بقى اضغط هنا هيعمل دولود فين بقى دولود؟ علشان كلنا حاضرين مش عايز يعمل دولود يا راجل صح يا حمود ايه؟ بس كده بقى عامل لكم بيوت ولا ايه؟ لا مش يوق ازاي بقى؟ ايه ده حمود ايه ناصي ايه بش ما انت عندك خليكوا بقى خليكوا بقى محدش يطلع عم اخد عم اصور الشيء خليكوا بقى في حد طلع احنا كنا 24 بينا 23 وعشرين مش مشكلة اعامل واحد ده؟ ما علي بالكلام صاروه مايكل مايكل اللي جاء مايكل طلع؟ تخليكا الاخد بس او جناصي احجازي حملي ايه sculpt شاشي هتفرق عميصورتك احجازي شون ما يقول ليا اهها او ما اقول ضعicle 클� вс اشير شوق مت معلم على اسم ايه بركك بقي interpersonal اوه ممكن يهندسها عشان هنا ايش تشبت جامان المنزلات ممكن عشان انت اللي بدأ اوه مفروض تتعمل انت الاتندن شوف هكذا عندك نعمل كلا على العامة دي اوه فين الربع اللي كان بيتكلب راح في ايه؟ معصراني باي حمودي ايه تنمت يا بال ايه وراح فين يا ابني واوي اوالي؟ معصراني معصراني باي ايه ايه ضغط اذا اضغط كده على التالت نقطة دول شوفها عندك فيه ايه دولوجة اوه ايه 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 اوه ايه 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 شكرا شكرا يا رجاله محددش يبقى اعمل بقى لايف انا اعمل لايف بعد جدا اوكي احنا اللي اعملوا بعدك عشان نسيطر اسم علي خط غياب با حمودي خلاص غياب مش بقى طيب مافيش غياب يالوين انا عايز انزل هفته يالله فلاك 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 محمول محي كيف تنوينتو اللي ايه كيف تنوينتو اللي ايه مسألة واحدة بس في الشيت اللي ايه مسألة واحدة بس في الشيت بتاع الراي يا عمي ماشي انت وطير الزموعة ثلاثين اما يجي واحد ثلاثين بقى موعد ثلاثين ده اللي هو مش عايب بعد كمان يوم ايه يوم الجمعة ما عارب شوالله يوم ايه بس هو يوم مخلص انا ما اقول او رابط هاتو مروع لها تعالى كل راس معايا انا لسه هفتره وانت انت عملت الشي بتاع الاسات ده كان مساجي لك دعايا انا اصلا هو الاسات المبارح اللي انت عايزه باين اقفلو اه اقفل كده اقفل عشان شو